السلام عليكم يومكم جميل بإذن الله أتمنى لكم كل الصحة والسلامة اللهم أمين النهاردة هنعمل ترميم للشعر بالأحماض الأمينية في البيت هنفرض شعرنا في البيت ببروتين وصفة خطيرة جدا جدا وسهلة للتساقط للهيشان وفرد الشعر ولمعة وترتيب رهيبا خصوصا للشعر الخشن أو الإفريكي شوية بس قبل ما تشوفوا الوصفة هتلاقوا باقي الوصفة لو تشوفوني على التكتوك أو الانستجرام أو الفيسبوك هتلاقي باقي الوصفة بقناتي باليوتيوب اسمها جانا بيوتي ويلا بينا على الوصفة أو المكونات السهلة البسيطة الرخيصة أو المكون معانا هنحتاج زيت جوز الهند الطبيعي فيه طبعا بيتباع طبيعي وفيه بيتباع صناعي زيت جوز الهند الطبيعي من الحاجات الحلوة جدا بستخدمها لكل حاجة للبشرة وللشعر وللأدين كل حاجة وهنحتاج هنا يا إما زبدة شيا يا إما اللانولين المتاحة عندكم وهنحتاج هنا كمان حبوب اللقاح حبوب اللقاح بتتباع في السوبر ماركت أو في أمازون أو عند أي حد بيبيع العسل تمام بس هنحتاجها مطحونة خلاص طيب أدي كده المكونات بتاعتنا ممكن كمان نضيف زبدة كاكاو لو موجودة عندنا لو متاحة زبدة الكاكاو إحنا ممكن نستخدمها مش متاحة مش مشكلة زبدة الشيا واللانولين هيقوموا بالوجب بس يفضل يعني تمام كده طيب يلا بقى نشوف إحنا هنعمل إيه بال إحنا بس بأكد عليكم إن ده زيت جوز الهند الطبيعي يعني مش الصناعي يعني فيه حاجات بتتباع صناعي فلازم يبقى المصدر موسوك طيب هنجيب معلقتين صغيرين من حبوب اللقاح وطبعا ياريت تكون نعمة لان انا تقريبا المطحنة بتاعتي بايزة فانا بس بوري لكم بوصل لكم الفكرة ان ما هي نعمة فتتجانس مع المكونات معنا هنحتاج هنا كمان معلقة صغيرة من زبدة الشياء او اللانولين زي ما يكون عندكم وهنحتاج معلقتين كبار او معلقتين صغيرين من زيت جوز الهند الطبيعي تمام حبوب اللقاح طبعا مش عايز اقول لكم مليانة احمد امانية بتفرد الشعر وكمان ممكن ناخد كل يوم معلقة من الحاجات الحلوة جدا يعني دي عايزة فيديو نتكلم عليها تمام كده حطينا زيت جوز الهند عشان احف الشتة طبعا فصعب قوي ان انت ان انا بطلعه من الازازة بقى بالشكل ده طبعا بقى لو في زبدة كاكاو هيبقى هاي لحطتهم في حمام مائي لحد مساحه بالشكل ده طبعا هو لو حبوب اللقاح نعمة فمش هتبقى فيه كطعة كده كتيرة حطتهم في حمام مائي لحد مساحه مع بعض كلهم وبعدين هنقسم الشعر اربع 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 ايه يعني هنقسمه كده لأربع حتت ونروح حطين الخليط عليه ونفرد شعرنا بالراحة تمام ونصرح شعرنا يعني نحط الخليط ده ونصرح شعرنا ماشي مع الفرد خلاص كده ونسيبه بقى لمدة من اربع لست ساعات تمام ونكون بقى ربطين شعرنا كويس جدا وبعدين بعد ما تعدي الست ساعات بنستخدم الشامبو بتاعنا عادي وبنستخدم الوصفة دي مرة في الشهر مرة واحدة في الشهر من الحاجات اللي هتخلي شعرك في حتة تانية وبصوا بقى لا تساقط ولا هيشان وهتلاقي شعرك مفروض وفيه لمعة وترتيب رهيب بجد بصوا يعني حاجة كده من الآخر يعني تمام الوصفة دي رهيبة جدا وبتطري وبتنعم وبتفرد والله العظيم يعني وبتفك التجعيد هتلاقوا يعني شعركم في حتة تانية تمام وكمان لو خدتم علاقة من حبوب اللقاح كل يوم هتلاقوا الموضوع فرق في صحتكم وفرق في شعركم وأتمنى الوصفة تكون عجبتكم تنسوش اللايك وشير وكومنت جميل وشاركوها مع صحابكم وشكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة